تعد ظاهرة ختان الإناث ممارسة مرفوضة لغالبية البريطانيين بيد أنها ليست كذلك بالنسبة لمجتمعات أتت إلى المملكة المتحدة من مناطق مختلفة من العالم ثلاث نساء يمثلن ثلاثة أجيال من عائلة واحدة أتينا إلى بريطانيا من الصومال منذ عشرين عاما الجدة فاطمة وابنتها نور خضع طال عمليتي ختان أما سميرة فكان حظها أفضل فاطمة تحدثت عن تجربتها المؤلمة حيث خضعت لعملية ختان بدون تخدير الألم كان لا يحتمل حتى أن المرأة التي قامت بالعملية امتلأ وجهها بدمها المتناثر فاطمة فعلت الشيء نفسه مع ابنتها نور معتقدة أن هذا ما نص عليه الإسلام أما سميرة وهي طالبة وعارضة أزياء فلم تخضع لعملية ختان لكنها شاهدت ذلك بأم العين يقومون بختان فتاة في السادسة من عمرها هذا يشعر أي شخص بالإشمئزاز سميرة شاركت في فيلم وثائقي أعدته بي بي سي عن الختان مما استدعى سفرها إلى الصومال حيث لمست تأثير عمليات الختان على الفتيات الصغيرات هذه عيادة طبية في لندن ضمن عيادات عدة في المملكة المتحدة أنشئات لمساعدة النساء اللاء تعرضنا للختان بعض المجتمعات تنظر إلى الختان باعتبار ممارسة طبيعية لتحضير الفتيات لمرحلة النزوج كما ينظر إليها كجزء من التعليم الديني وهذا ليس صحيحا لسنوات عدة كانت ظاهرة الختان سراً لا يتم البوح به إلا أن دخول النساء إلى المستشفيات خرجت هذه الظاهرة إلى العلن الجمعية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال وضعت خطاً ساخناً لمساعدة ضحايا الختان كما أن نيابة العامة الملكية تدرس إصدار أحكام عقابية في قضايا عدة تتعلق بهذا الموضوع علينا توثيق عمليات الختان بدقة من أجل تقديم المساعدة للضحايا والأهم منع هذه الممارسة وحماية الفتيات في المستقبل منظمات حقوق الإنسان رحبت بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية واعتبرتها خطوة أولى في الطريق الصحيح أما الهدف المنشود فهو القضاء على هذه الظاهرة بالكامل